السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أحب أشكركم على وصول القناة العشر تلاف مشترك يارب أكون عند حسن ظنكم ويجعل قناة تفيد كل الناس أهلا بكم من جديد في قناة ليرنلاب تعالوا نتعلم ونفهم التحاليل ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد موضوعنا اليوم عن تستيستيرون أو هرمون الضكورة وبنسميه برضو أندرجين والتستيستيرون ده هو الهرمون الجنسي الرئيسي عند الرجال وعلى الرغم أنه يعتبر هرمون جنسي ذكوري إلا أنه موجود كمان عند النساء لكن في الطبيعي بتكون مستويات هرمون التستيستيرون أعلى بكتير عند الرجال أكتر من النساء بيتم إنتاجه بشكل أساسي عن طريق الخصيطين في الذكور وبيبدأ إنتاجه في الجنين في الأسبوع الثامن وعند الإناس عن طريق المبيضين وبيتم إنتاجه بكميات قليلة عن طريق الغدد القذرية أدرينا الجلان في الذكور والإناس طيب إزاي الهرمون ده بيشتغل؟ الموضوع في البداية بيبدأ من الدماغ بالتحديد في الغدد النخمية لما بتقوم بإنتاج هرمون لتونيزينج هرمون واختصاره LH واللي بدوره هيقوم بتحفيز إنتاج التستيستيرون وتحكم فيه طيب بتحكم فيه إزاي؟ هنلاقي إن التستيستيرون بيعمل ضمن ردود الفعل السلبية وتسمى نيجاتيب فيتباك وعلشان نفهم أكتر يعنيه نيجاتيب فيتباك دي بتكون شبهة ترمستات في سخان الكهرباء يعني لما الماء توصل في درجة حرارة معينة الترمستات يفصل نفس الفكرة يعني لما ينخفض مستوى هرمون التستيستيرون بيؤدي إلى زيادة إنتاج هرمون ال-LH واللي بدوره هيقوم بتحفيز إنتاج التستيستيرون والعكس مع زيادة مستوى هرمون التستيستيرون ينخفض إنتاج هرمون ال-LH وده بيعمل إبطاء إنتاج هرمون التستيستيرون وده كله علشان الجسم يحافظ على مستوى الهرمون في الجسم وبتكون مستويات التستيستيرون نهارية يعني بيكون أعلى مستوى لها في ساعات الصباح وده بتكون حوالي من الساعة 4 إلى 8 صباح وبتزيد مستوياته كمان بعد التمارين وأقل لمستوى ليه بتكون في المساء وده بتكون حوالي من الساعة 4 إلى 8 مساء وبتنخفض أيضا مع تقدم العمر التستيستيرون الموجود بالجسم بيكون حوالي 96% منه مرتبط ببروتين وحوالي 4% فقط بيكون حر في الدم يعني غير مرتبط والبروتين ده بيكون يا إمة 6 هرمون بايدنج جلوبيلين واختصاره SHBG وده بيكون النسبة الأكبر مرتبطة به ويأما يكون مرتبط بالألبومين وزي ما قلنا في فيديو البلروبين الألبومين ده شغال شيال في الدم وهو البروتين الأكثر وفرة في الدم الألبومين والSHBG بيقوموا بتصبيط ونقل هرمون التستيستيرون للخلايا أما الفري تستيستيرون ده بقى هو الهرمون الفعال يعني الجاهز لاستخدام الجسم وهو ما يسمى بتستيستيرون الحيوي بايو أفايلول تستيستيرون طيب تعال نعرف وظيفة هرمون تستيستيرون نشوف الأول عند الرجال هنلاقي أن التستيستيرون بيساهم في مراحل البلوغ وبترتفع مستوياته في الجسم بشكل حاد خلال الفترة من 9 إلى 14 سنة تقريبا وبيساعد في تضخيم القضيب والخصيتين وتوزيع الشعر في جميع أنحاء الجسم ونمو الشارب واللحية وشعر العانة ونمو العضلات وقوتها وتمدد العظام واستطالتها وخشونة الصوت وبروز تفاحة آدم وتوزيع الدهون في الجسم والرغبة الجنسية وإنتاج الحيوانات المنوية وإنتاج خلايا الدم الحمراء وغالبا في الفترة دي بيظهر حبوب الشباب أما عند النساء بيلعب التستيستيرون دور مهمة عند النساء زي الحفاظ على كثافة العظام وتحسين الوعي والصحة العقلية وبيحافظ كمان على الشهوة الجنسية أعراض نقص هرمون التستيستيرون عند الرجال من الممكن أن يعاني الرجال الكتير من الأعراض والعلامات مع تقدم العمر ومن الأعراض اللي بتحصل دي نتيجة الانخفاض بتكون تغيرات في الوظيفة الجنسية زي انخفاض الرغبة الجنسية وقلة الانتصاب التلقائي وممكن يحصل تغيرات جسدية مختلفة زي زيادة الدهون في الجسم وصغر حجم العضلات وقوتها وانخفاض كثافة العظام وممكن حدوث تورم أو رقة في الثدي ودي بنسميها تثدي الرجل وتساقط شعر الجسم وتكون تقطق أقل مما تعودت عليها ممكن يحصل كمان تغيرات عاطفية زي تقليل الشهوة الجنسية أو الثقة بالنفس والشعور بالحزن أو الاكتئاب وكمان ممكن نلاقي صعوبة في التركيز وتذكر الأشياء أما عند النساء انخفاض التستسترون الشديد عند النساء يسبب نقص في الشهوة الجنسية وتعب وازيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور طب ايه هي أسباب نقص هرمون التستسترون هللاقي من الأسباب الرئاسية التقدم بالعمر كل مقابر سن الرجال انخفضت مستويات هرمون التستسترون تدريجية هللاقي تاني حاجة عندنا السمنة وده بيكون الأرجح عند الرجال اللي بيعانوا من السمنة أو عندهم مشاكل طبية مزمنة الوراثة نقص هرمون التستسترون بيكون عادة عن التراب وراثي وممكن كمان فشل الخصيطين في العمل بشكل طبيعي بسبب خال الجيني أو مرض أو أصابه أو تكون مشكلة في الدماغ وقدت لقلة انتاج الهرمونات المحفزة للتستسترون وكمان بعض الأدوية اللي بيكون من أثارها الجانبية انخفاض مستوى التستسترون أعراض زيادة هرمون التستسترون في الذكور البلوغ المبكرة عند الشباب وظهور حب الشباب وكثافة الشعر الإصابة بالعقم وانخفاض عدد الحيوانات المنوية ارتفاع ضغط الدم الرغبة الجنسية المرتفعة زيادة السلوك العدواني وحدوث ارتفاع في عدد خلايا الدم الحمراء أما في النساء يمكن يؤدي إلى انقطاع أو عدم انتظام الدورة الشهرية تساقط الشعر ونمط الصلع الزكوري خشونة الصوت بشرة دهنية وظهور حب الشباب ونمو الشعر على الوجه والجسم بالإضافة لتغيرات في شكل الجسم كصغر حجم الثدي أسباب زيادة هرمون التستسترون سوء استخدام مادة أنابوليك سترويد ألا أن بعض الرياضيين ولعبي كمان الأجسام بيلجاءوا لاستخدامها بشكل غير صحيح لزيادة الكتلة العضلية وتحسين أدوهم الرياضي وتناول مكملات التستسترون والمكملات دي طبعا بتحتاج لوصفة طبية واستخدامها بدون استشارة الطبيب بيؤدي لارتفاع الهرمون في الجسم وفيه كمان أسباب مرضية ممكن الإصابة ببعض المشاكل الصحية تؤدي لارتفاع مستوى هرمون التستسترون في الدم ومنها أورام الخصية الحميدة أو الخبيثة وبعض أمراض الكبد والكلة والعدوى الشديدة والإصابة ببعض الأمراض المناعية الذاتية زي أمراض الغدة الدرقية وأشهرها هاشيموتوس ديسيز وإدسون ديسيز والدول تتعرف عليهم أكتر في فيديو الغدة الدرقية أو التهاب الدماغ إنسفلايتس وهنلاقي برضو من ضمن زيادة الهرمون عند النساء بوليسيستيك أوفاريان سندرون تكيس المبيض أو أورام أو سرطان المبيض طيب إيه هي التحليل المطلوبة للتشخيص وإمتى نطلبها؟ في كتير من الحالات بيكون تحليل توتال تستسترون كفاية لكن في بعض الحالات على سبيل المثال لما بيكون سيكس هرمون بايدن جلوبلين غير طبيعي ساعتها بنحتاج نعمل هرمون الفري تستسترون لأنه بيعكس بشكل أكتر دقة الحالة المرضية وغالبا بيطلب معهم تحليل LH والFSH لأنهم بيساعدوا في التشخيص طيب تعال نشوف إمتى بنطلبها عند الرجال عند الاشتباه في وجود عقل أو انخفاض في الرغبة الجنسية أو ضعفة في الانتصاب أو قلة شعر اللحية والجسم أو صغر حجم الخصيطين أو انخفاض قتلة العضلات أو التثدي طيب إمتى نطلب التحليل لأولاد اللي بيعانوا من تأخير في سن البلوغ أو البلوغ المبكر جدا ورغم أن فيه اختلاف على سن البلوغ اللي إنه في الغالب بيتراوح بين سن 9 و 14 سنة فبنطلب التحليل لو لقينا مشاكل سواء بالزيادة أو النقص في القطلة العضلية أو الصوت أو نمو الشعر الجسمي والعنى أو نمو الخصيطين والقضيب في الإناث بنتطلبها لو فيه انقطاع وعدم انتظام في الدورة الشهرية أو بتواجهها صعوبة في الحمل أو بيظهر عليها صفات ذكورية زي زيادة الشعر في الجسم أو الوجه أو الصلع الذكوري نيجي بقى لآخر حاجة الرضع بنطلب التحليل لما بتكون الأعضاء التناسلية مش ظهرة بشكل واضح وده بيكون سواء ذكر أو أنثى إزاي نحافظ على مستوى التستسترون عندنا تمارين الرياضية من أكتر الطرق فاعلية للوقاية من العديد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة تناول البروتين والدهون والكربوهايدرات تقليل الإجهاد والضغوط العصبية الاهتمام بالفيتامينات وخاصة فيتامين دال وده المصدر الرئيسي للشمس الحصول على قسط كافي من النوم المريح واتباع اسلوب حياة صحي ونتجنب المركبات اللي بتحتوي على الاستروجين وبكده نكون خلصنا موضوع النهاردة يارب يكون أعجبكم إعداد وتقديم مصطفى ربيع ما تنسوش اللايك وسبسكرايب تفعيل زر الجرس